انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالي امرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوفي انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير ديتيل اوينتد او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك the world card فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقة نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادى الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انذ عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بدي يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كونيدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتمقل او بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بيتمل منه دائما في اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدملك اشي جديد او دائما بتشوفه بيشخصية جديدة او بي صعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب النسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه هالكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتير يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولمات ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يبادل شخص الاخر من حياته او يحاول يخلي مسافات قدر المستطاع لانه عندك فانت تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم ياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى ايضا في بينكم في بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه في عندكم ايس وونز بعدين كين وف سور يعني في عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتنتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيجع ينقلب الوضع بسرعة ايضا ايضا العلاقة بينكم امشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الامور ما في كتير امباثي او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل discover your life purpose فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي بد الهدفك في الحياة او اللي المفروض تسويه في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تسويه في الحياة سواء كان من ناحية عمل أو سواء كان من ناحية عاطفة أو سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن أيضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وأيضا رح تركز على مانتياتك أو بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية أكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بدوا ارتباط مع هالشخص أو بدوا زواج مع هالشخص لأنه عندك تهيرفينت تهيرفينت أو البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك أو طاقتك بأنك تكتشف شو اللي بتريده ممكن أنت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف إنه هو هال تحاول عم تكتشف إنه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف إنه بالمستقبل عم تفكر إنه تكون جدي أكتر تكون براكتكال أكتر أو تكون منطقي أكتر في عندك أيضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل أو رح تقابل شخص أيضا ممكن أنت محطوط أو رح تنحط بطريق بالمستقبل لأنه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل أنت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية أو بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن أنت عم تحس إنه فيه إشي عم يأخذ من إشي يعني إذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص وإذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل نشوفت خطوات الحبيب القادمة حبيبك أو شريكك عنده فينكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حالياً وفي عنده شفت أو في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها أو مطرح جديد رح يبدأ فيه أيضاً بدي أحكي على أبراج اللي عم تتعامل معها قبل ما أنسى ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج هوائية أبراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور أيضاً ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لأنه هالكرت بتبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالأغلبية ممكن برج السرطان أو شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي أيضاً في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف أنه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله في عنده تقدم رح يصير كتير منحوب وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن أو في عنده ديترمنيشن كتير عالي للوضع المادي عم يطمح إلى إنجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك أنت ومشوف أيضاً إنه هو بيشوف إنه العلاقة من أجل إنه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح أيضاً يعني هالشخص بيفهم إنه المادة طبعاً مش كل إشيء ولكن بيفهم إنه هي إشيء كتير مهم من أجل تكوين أسرة أو تربية طفل أو إشيء مثلها هيك عم شوف إنه هو في شخص كتير مصمم إذا أنتم منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير إرادة وتصميم إنه دائماً كل ما الأمور بتخرب بيصلحها مرة تانية أو مستعد إنه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية أو يصالحك مرة تانية أو تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع إنه متهور ومتقلب المزاج إلى إنه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته سعي مجعم بعرف أحكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل open minded عقليته من فتحه بيحب يسمع آراء أخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير cycles هالكرت إجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحيب تتابع القراءة هديك ممكن تفيدك بإشي معين لإنه بنفس المطرح يجع فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف إنه في عندكم shifts وتغيرات رح تصير بينك وبينها الشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل إلى إنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لأنه أنت وهو أشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض أنت وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى إنه الهدف النهائي بالنسبة لإلكم الاثنين هو تكوين أسرة وهو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك أو شخص اللي عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين إنه هالشخص كتير عميد أو فيه بينكم بين بعض كتير عميد وعم تحاول إنه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع أو ممكن أنت تحس إنه هو عم يحاول دائما إنه يفرض سلطة إذا إنت رجل ممكن أن الإمرأة اللي عم تتعامل معها تكون إمرأة شخصيتها كتير قوية وإذا إنت إمرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يكون شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الأمور ولكن عم شوف إنه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرك فيه ما فيه خط ثابت لحد الآن يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تتصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو إنه يكونوا أسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول ميت ورفقاء ضرب أيضا ممكن تكونوا اللي اتنين عم توفروا من الناحية المادية من أجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم تصارح بأنه بدوا يكونوا أسرة مع هالجخص عم شوف إنه أنتو اللي اتنين عم تخبوا إشي مادي ممكن عم توفروا إشي مادي من أجل خطوبة أو زواج أو من أجل صرفيات من أجل إنه تنفقوها على إشي معين أوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا